مرتضى، شنو مشكلتك؟ انا عملت فريق رياضي باسم الشيخ زايد واسم شيخ محمد براشد حاكم وهي الحالة الاولى يعني بالعراق شنو الحالة الاولى؟ ما فهمت شنو الحالة الاولى؟ يعني انا عمل فريق رياضي فريق بكرة قدم يحمل اسم الشيخ زايد واسم الشيخ محمد براشد ها انت مسوي فريق فريق شنو طوبة؟ بني بني فريق طوبة مسوي فريق طوبة؟ مسمي فريق عيال زايد اي فريق عيال زايد واسم الشيخ محمد براشد الفكرة من هذا الفريق يعني احنا حاليا فريق هوات بس بدأ يكبر اتمنى اتجزع معهم الفريق مالتك؟ يعني كلهم شباب 20 23 زين بني واتمنى هذا الفريق يعني لحظة لحظة خلنشوف شوية من هذا ونسولف انا وياك طوني الفيديو اللي مع الضيف طوني الفيديو اللي مع الضيف هو الفيديو درغتين اتمنى كل يخالف طوني شباب الفيديو نهاية بطولة عيال زايد والشيخ محمد بن راشد طوني اياه هذا هو الفريق اللي انت سويته؟ هذا الفريق نعم اي 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 احنا شايلين الصوت لهم بميوزيك علي حقوق هذا هو الفريق اسمه نهاية بطولة عيال زايد او هو فريق عيال زايد تمام ايه انت اسست هذا الفريق؟ نعمه اسست يعني اين اسست هذا وين الفريق اسسته؟ بالعراق انا حافظت الغ arter اهه حطي اوقف لي هنا住can لحظة 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 ايه نهاية بطولة عيال زايد قطوني ضيفي الآن انت سويت هذا الفريق سميته بعيال زايد فريق عيال زايد ليس سميتها عيال زايد؟ يعني معجب بشخصية الشيخ زايد يعني من أنه صغير بالعمر أنا متابع نشاطات الشيخ زايد المواقفة الإنسانية وشوف اليوم الشيخ زايد تحول الأمارات من صحراء اليوم لأنه طحسحة وكذلك شخصية سمو الشيخ محمد بن راشد زيني يعني أشيالك مرتضة ماكو شخصية عراقية تنعجب بيها تنعجب بشخصية عربية يعني ليش ما نعجبت بالمالكي مثلا وإنجازاته ليش ما نعجبت بقيس الخزعلي وإنجازاته ليش ما نعجبت بالفصائل المسلحة وإنجازاته ليش ما نعجبت بالسوداني ليش أهل زايد يعني ليش ما عندنا ولا زعيم عنده إنسانية بس شيخ زايد عنده إنسانية لا لا أكو هاي شخصيات يعني مثلا بس أنا يعني شخصية عربية معجب بهاي الشخصية يعني معجب بتحركاته بإنسانيته بين بلده اليوم يعني مواطنين أماراتين عايشين يعني برفاهية جوازهم قوي فمعجب بهاي الشخصية وإنت ما عايش برفاهية بالنجا لا الحمد لله أشكر عايش أنا يعني الفكرة من تأسيسه أنا أتمنى أسوي نادي مؤسسة حتى تحتوي الشباب أنا هسا ما عندي مشكلة بالفكرة أنت أسس أي نادي تريده أنت رجل هاوي كرة قدم لكن أنا أسأل أنا أريد أوصل هذه الرسالة للعالم للناس أنه ليش شاب مثلك يأسس فريق ويسميه عيال زايد شو تريد توصل وين تريد توصل يعني لو كل إنسان كل إنسان معجب بشخصية مو لا لاعب كرة قدم معجب بفنان معجب بشخصية يعني شخصية حكومية معجب برياضي يعني أنا معجب بشخصية سمو الشيخ محمد بن راشد شوف مرتضى أنا إذا ما سألك سؤال هسا اللي يدور ببال الناس رح يقولون علي إعلامي مو قد الإعلام أنت مسوي الفريق تريد فلوس من آل زايد تريد دعم لا لا أنا ما عندي أي مقارب أخرى ما هو لازم أسئلك حتى أطلع المكنون اللي بداخلك ها المكنون بداخلي أنا يعني يعني أنا اللي بداخلي ما عندي شي بس أمنيتي أمنيتي هذا الفريق أنا جاي يعني جاي من جيب الخاص جاي يعني أصرف على الفريق أمنيتي هذا حلمي يكبر يعني شون يكبر هذا الفريق يكون نادي أو يكون مؤسسة حتى تحتوي الشباب شون يكبر يعني هسا أنت لا وزارة الرياضة تقدر تدعمك أنت مسمي آل زايد أو عيال زايد لا عدنان درجال يقدر يدعمك لا رئيس الوزراء يقدر يدعمك شون يكبر صحب يعني أنا من خلال قناتكم الموقرة يعني أتمنى يعني يوصل توصل هذه الرسالة الحاكم دبي الحاكم دبي هو هذا الحدشي هو قل لي هيتشي قل لي أنا أريد الرسالة توصل الأمراء دبي الأمراء الإمارات المتحدة تحديداً اسمه الشيخ محمد بن راشد تحديداً ها يعني أنت عارف نقطة الهدف ماتك وين أكيد أكيد يعني وان الفريق مصوي باسمه الشيخ محمد بن راشد ويعني أمنية حياته ملتقي بهذا الشخص يعني ما تريد أنت دعم من المالكي ولا من السوداني ولا من عدنان درجال ما يفيدك أنا مو قضية الدعم لا لا جاوبني جاوبني لا تقول لي مو قضية جاوبني لا لا ما محتاج دعم أنا يعني أتمنى أن تكون الشخصية وهذا الحلم طال لسنوات طويلة يعني أنا أتمنى من كل إماراتي يشوف هذا الفيديو يوصل للجهة اللي أنت مستهدفها أو اللي أنت تريدها بل وأنا من خلال قناتك أستاذ قحطان رحيت علي أكثر من قناة أماراتية نعم قناة الضفراء وقناة الفتوري وقناة دبي وقناة الشارقة وصدفوني وأكثر من علامي أماراتي ومقيمين نشروني وأشاد أوبيه ويعني والأغلبين من مواطنين أماراتين يعرفوني حلو أن هي حالة غريبة صالت بالعراق وإن شاء الله من خلالك يوصل هذا اللقاء وأحظى باللقاء سمو الشيخ محمد بن راشد يلا إن شاء الله تحظى بي وإن شاء الله تأخذ الدعم اللي تريده من الإمارات لا يا مو قضية الدعم لا يعني قصد النادي يتبنوه مالتك أنت مو هذا اللي تريده هو يعني أمنيتي أولا أمنيتي أولا أن يكون هذا فريق مؤسس نعم والحلم الأكبر مرتضى السيد مرتضى السيد رسالتك وصلت يعني جدا أشكرك وشكرا لثقتك ببرنامج